موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الأمسية الرمضانية المباركة عن أمر مهم له علاقة في بناء المجتمع المسلم نعلم جيدا أنه ما من مجتمع وما من بيت إلا ويبنى على أسس هذه الأسس أولى حلقاتها تكمن في اجتماع الزوج مع الزوجة وإذا أردنا أن نحسن البناء فلا بد لنا أن نحسن الأساس والاختيار ونعني بالاختيار اختيار المرأة المناسبة التي يكون بإمكانها بناء هذا المجتمع إن للمرأة دور مهم في هذه الحياة لا يمكن أن نتغافل عنه نعلم جيدا أن أكثر الأساس في تربية الجيل المسلم يعتمد على المرأة حيث إن مكان المرأة هو البيت ولذلك القرآن الكريم يقول وقرن في بيوتكن وهنا بعض المفسرين قال هنا إيماءة لطيفة تدل على أن المرأة مكانها البيت أما الأمور الأخرى فهي أمور استثنائية كأن تعمل في عمل ما أو وظيفة ما هذه أمور استثنائية في الأصل يعني ليس الأصل أن المرأة تعمل خارج البيت لكن الأصل فيها أن تكون في البيت من أجل أن تبني هذا الجيل المأمول ولذلك حينما نرى في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع بنتي شعيب ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون لما رأى الناس تسقي ووجد امرأتين وسألهما ما خطبكما قالت لا نسقي لأنهما لا يريدان أن يختلطا بالناس لكن هناك سبب دعاهما إلى الخروج في هذا العمل قالت وأبونا شيخ كبير فهذا هو الذي اضطرهما إلى الخروج من أجل العمل بهذا الأمر لذلك أيها الإخوة المرأة حملها ثقيل وواجبها ثقيل وكما قيل الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق فإذا أردنا أن نبني مجتمعا سليما بعيدا عن ملهيات الدنيا ومغرياتها وما فيها من فتن فعلينا أن نهتم بهذا العنصر المهم المرأة المسلمة المرأة ليست للطبخ فقط وليست لأمور الدنيا وليست لمتاع الدنيا فقط حينما نقول نبني المرأة المسلمة أي كيف نحسن بناءها كيف نوجهها التوجيه الصحيح المرأة اليوم بحاجة إلى أن تتفقها في الدين إلى أن تتعلم قراءة القرآن إلى أن تتعلم الأمور الشرعية التي بإمكانها ومن خلالها أن تصلح الثغرات التي تجدها في البيت أما أن نبقيها جاهلة لا تعلم شيئا من القرآن ولا تعلم شيئا من الدين فنحن بهذا الأمر وبهذه الأفعال نجعل البناء غير سليم ونجعل المرأة لا تعلم كيف تربي أبناءها فلو أننا أحسننا بناء المرأة ووجهناها إلى تعلم القرآن أو إلى تعلم الفقه أو الحديث أو الأمور الشرعية أو حتى العلوم الأخرى لوجدنا أنها ستبني جيلا يرضى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأرجع وأقول إن للمرأة دور مهم وهذا الدور يتحقق إن نحن علمناها العلوم الشرعية التي من خلالها تستطيع أن تبني هذا الجيل الذي تربيه في داخل البيت أكثر الأجيال اليوم لا يعرف قراءة القرآن لماذا الأب مشغول في متاع الدنيا والأم لا تعلم شيئا من كتاب الله فلو أن المرأة تعلمت كتاب الله عز وجل قراءة وتلاوة لنقلت هذا الأمر إلى أبنائها وإلى بناتها ومن ثم كان هذا الجيل يعرف كتاب ربه أما نحن الآن فمع الأسف أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعرف أن تقرأ من القرآن إلا الشيء القليل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة